أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطلس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس بدأ قداسة البابا اليوم تعليمه عن القديس يوسف وتكلم على شخصيته والبيئة التي عاش فيها فقال اسم يوسف باللغة العبرية يعني الله ينمي الله يزيد وهو أمنية وطلب بركة من الله ولا سيما فيما يختص بالخصوبة وكثرة الأبناء كان يوسف رجلا ممتلئا بالإيمان بالله وبعنايته وتؤكد لنا أعماله التي رواها الإنجيل عنه أن الله كان يزيده نعمة ليهيئه لتنفيذ خطته الخلاصية وقال قداسته إن ارتباطه ببيت لحم والناصرة بلدتين على الأطراف يبين لنا جانبا من شخصيته فهو الرجل المتواضع والله يحب المتواضعين ولم يرد أن يولد الكلمة الأزلي في أرشاليم بل في قرية صغيرة خافية عن الإعلام وبعيدة عن سلطات ذلك الزمان مع أن الله أحب أرشاليم وجعلها مدينة لسخناه عظماء ذلك الزمان سكنوا في أرشاليم أما يسوع فولد في بيت لحم الصغيرة وعاش في الناصرة وهما بلدتان من الأطراف بعيدتان بيت لحم والناصرة تشيران إلى أن ابن الله فضل الأماكن في الأطراف والمهمشة فيذكرنا القدس يوسف بأننا علينا أن نركز نظرنا نحن أيضا على الأماكن المهمشة التي يرذلها العالم ونهتم بمن يهملهم الآخرون وهو بذلك يعلمنا ما هو أساسي وما هو ثانوي واختتم الباب تعليمه فقال لنسأل القديس يوسف أن يتشفع لنا حتى تستعيد الكنيسة هذه النظرة وهذه القدرة على الاهتمام بالمهمشين والمنسيين وتمييز وتقدير ما هو أساسي في حياتنا شكرا